مجز الأخبار من بي بي سي أهلا بكم أكدت وزارة الخارجية البريطانية ترضها كل الدبلوماسيين الليبيين الموالين للرئيس الليبي معمر القذافي من بريطانيا وقد استدعي المسؤولون الدبلوماسيون في لندن إلى وزارة الخارجية اليوم وأبلغوا بهذا الأمر وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن هذه الخطوة تتماشى مع قطع بريطانيا جميع علاقاتها مع القذافي بينما يوسع المجلس الانتقالي الليبي من إطار علاقاته داخل ليبيا ويوالي مهمه كحكومة للبلاد ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مؤتمرا صحفيا بعد قليل سنكون معه فورا عقاده قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دبابات وناقلات جند مدججة بالسلاح داهمت عدة أحياء في الزبداني ومعظمية الشام في ريف دمشق ما أدى إلى سقوط شرحة في تلك الأثناء يستمر الانتشار الأمني في عدة أحياء بالعاصمة منها ركن الدين وبرزة والقدم حيث سمعت أصوات نار وذكرت مواقع تابعة للمعارضة إن مزيدا من الدبابات أرسلت إلى بلدة تلبيسة قرب حمص وما زلنا في الشأن السوري فقد أكد رامي عبد الرحمن المتحدث باسم المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا حدوث اعتقالات وحملة مداهمة في عدد من المدن السورية أمنية واعتقال داخل مدينة الزرداني هناك حواجز أمنية وافتحام الجيش لكناكر هناك الآن حواجز أمنية في فجر اليوم في حي برزة في دمشق هناك حواجز مداهمات لصراقب هناك دبابات منتشرة في كل المدن السورية في حمص صراحة كان في بلدة كناكر وبعض الجرحة جراحهم خطرة لم نتأكد من استشهادهم هناك في مدينة حرصة أيضا بريف دمشق سقط شاب على أحد الحواجز العسكرية ونقل جسمانه إلى المشفى العسكري بحرصة قال وزير الخارجية اليمنية أبو بكر القربي أنه أجرى محادثات بناءة مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم وتناول فيها التطورات في اليمن والجهود المبذولة من قبل نائب الرئيس والحكومة اليمنية وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وذلك في محاولة للتوصل إلى توافق يمني يمني حول الإعداد لانتخابات مبكرة لنقل السلطة مشيرا إلى بقاء المبادرة الخليجية أساسا لذلك الحوار قتل عمدة مدينة قندهار كبرى مدن جنوب أفغانستان في عملية انتحارية وفق ما أعلن قائد شرطة ولاية قندهار الجنرال عبد الرازق ورئيس البلدية غلام حيدر حميدي هو الشخصية الثانية في قندهار التي يتم اغتيالها في غضون أسبوعين بعد أحمد والي كرزاي الأخي غير الشقيق للرئيس حميد كرزاي والذي قتل في الثاني عشر من يوليو تموز يعقد المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا اليوم في رمالة للاستماع إلى تقرير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويرجح أن يصادق المجلس على توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكان ياسر عبد الربو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أعلن أن المنظمة تعتازم القيامة بهذه الخطوة اللجنة التنفيذية مواصلة العمل من أجل الذهاب إلى الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين بحدود عام سبع وستين وبحق هذه الدولة في أن تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بجميع دول العالم بدأ برنامج الغذاء العالمي اليوم عملية جوية لنقل المساعدات الإنسانية إلى منطقة القرن الإفريقي ويتم نقل أغذية عالية الطاقة إلى العاصمة مقديشو حسب الخطة الموضوعة وقالت الأمم المتحدة إن مئة ألف شخص نزحوا إلى مقديشو من المناطق المنكوبة في جنوب الصومال خلال شهرين نزيد من الأخبار على رأس الساعة إلى اللقاء